أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن جموع المصريين خرجت في الثلاثين من يونيو ضد جماعات الشر التي أرادت اختطاف الهوية المصرية وفي مستهل جلسة اليوم أكد المستشار عبد الرازق أن الجيش حاز لشعبه واستجاب لإرادته فحمى الله بهذه مصر من الفتن لتبدأ عهدا جديدا من التنمية والازدهار لازمنا نحتفل بذكرى غالي علينا جميعا ذكرى فورة الثلاثين من يونيو التي انتفضت فيها جموع الشعب ضد جماعات الشر التي أرادت اختطاف الوطن وتمسي هويته فخرجت الملايين من النساء والشيوخ والشباب متمسكين بالأمل ومستظلين بإعلام الوطن رافضين للاستبدال والعيمنة مدافعين عن المبادئ والقيم المصرية العصيلة فانحاز الجيش لشعبه واستجاب لإرادته فحمى الله بهذا مصر من الفتن لتبدأ مصر عهدا جديدا من التنمية والازدهار لم ولن تتوقف قوى الشر المعادية لمصر عن محاولات انفاذ محططاتها الرامية إلى إضعاف هذا الوطن وتفتيته لذا وجب علينا جميعا أن نكون دائما واعين لذلك مستمسكين بوحدتنا مستجمعين قوتنا خلف قيادتنا من أجل مزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار لهذا الوطن حفظ الله مصر ووفق قائدها فخامة الرئيس الفتاح السيسي لما فيه خير وعزلة للوطن والمواطنين